بهدف تقديم الخدمات بشكل أفضل لأهالي إقليم الشمال وتخفيف الإعبئانهم افتتح في محافظة إربد مكتب لديوان الخدمة المدنية في إقليم الشمال ضمن الخطة الاستراتيجية للديوان بهدف تقديم الخدمات بشكل أفضل لأهالي الشمال افتتح في محافظة إربد مكتب إقليم الشمال لديوان الخدمة المدنية بحضور عدد من الجهات الرسمية والشعبية رئيس ديوان الخدمة المدنية أكد أن افتتاح هذا المكتب يأتي ضمن إطار الخطة الاستراتيجية وهو انطلاقة لإنشاء مكاتب للديوان في كافة محافظات المملكة للوصول بالخدمة للمواطنين في مكان إقامتهم وتخفيف عبء الحضور للمركز في العاصمة هذا الفرع سيوفر على أبناء المحافظة وعلى أبناء الإقليم عبء الوقت والمال والجهد بحيث تتم المراجعة فورا إلى هذا المقر ويستطيع تقديم الطلب ويستطيع امتحان تنافسي ويستطيع أن يستفسر عن أي شؤون من شؤون الوظيفة العامة حتى موظفي الدوائر الفروع في الشمال يستطيع أن يراجع هذا الفرع وأن يطلع أو يتظلم أو يكتب أو يستفسر عن أي قضية تهم الوظيفة العامة وشؤون الموظف العام من جهتهم ثمن النواب جهود ديوان الخدمة المدنية التي عملت على توفير مكتب لخدمة أبناء الشمال كافة والتي ستخفف من أعباء التنقل من المحافظات والقرى إلى القاصمة عمان إن استحداث مكتب لديوان الخدمة المدنية في ثاني محافظة في المملكة له أثر طيب في نفوسها لمواطنين المدينة وهذا ما طلبنا به كنواب محافظات الشمال أكثر من مرة أن يكون لنا فرع اسوة بفرع مكتب الجنوب والحمد لله استجابة الحكومة التشاركية التي بيننا تماشيا مع الرؤى الملكية السامية فيما يتعلق باللا مركزية ونقل وتفويض الصلاحية من المركز إلى المحافظات يأتي افتتاح هذا المكتب للتسهيل على المواطنين واختصارا للوقت والجهد